بداية نصبح بالخير على المبدع المصمم ابن مدينة الناصري ابن فلسطين ساهر عوكل اللي هيك احنا تابعنا وايضا بركنا له عبر شاشة فضائية مساوا بفوزه بمسابقة بروجيكت رانوي ميدل إيست راح نتابع تقرير زملتنا نورهان أبو ربيع اللي هيك يتحدث عن قصة نجاح ساهر عوكل بكل تفاصيلها بداياتي كان فيها حلم كتير كنت تقريبا من الأطفال الحالمين يعني أحلام اليقظة كانت تكون موجودة بكل الوقت كان عندي اللي بدي أسويه كتير كبير تقريبا زي كل طفل بدي أكون باتمن وصوبرمان وبدأ أكون كتير إشياء وأغير العالم بس الإش الواقعي والإش الحقيقي أنه أنا من طفولتي قررت أسافر وأهاجر وأتعلم بره وكانت إيطاليا أول بلد حطيت برأسي وأنا صغيرة وما كانت تعرف شو يعني إيطاليا كان عندي رؤية وحلم كتير كبيرة أنه أنا ليش ما أكون إش واحد من هدول الكبار كتير اللي منتعلم عنهم بالمدرسة فاتوا الطريق غيروا ناس غيروا مستقبل غيروا دول كان في معرضات من البداية كانت من الأهل لأنه بس بأسباب مادية أسباب ظروف مادية صعبة كانت بوقتها واثنين أنه كمان هذا الموضوع أنه شو بدي أشغل فيه شو بدي أعمل يعني ما فيه شغل ما فيه نجاح أنه شو بنا ننخيط فسطان بالآخر ننبيع فسطان يعني أمي كانت معرضتها الأكبر وحتى قالت لي أنه يعطيها طوط العمر أسألت لي أنه عجتتي بتسافر يعني أنا ما فيش عندي حدا يسافر برية البلاد ويهاجر فيش إشي كان بالهوين اللي بإيطاليا كانت ظروف المعيشة كانت جداً صعبة ولا مرة أحتجت أنه أمد إيدي لحظة لأنه كنت بحاجة حدا يساعدني بس ما كان صعب عليه أنه أتقبل أنه حدا يساعدني بتذكر أنه واحدة من الشغلات أنه كان ما فيش وان أنام ومرأة فترة مش كبيرة بس فترة قوية كانت بأنه أنا تواجدت فيها مثل هوملس بالشارع بالآخر ما كانش فيه مصاعدات من حدا لتني روحت على الفاتيكان اختياري أنه أضوت على الفاتيكان كان كتير قوي قلت يا أنا بفوت وبطلب من هنا حدا يساعدني يا بروح البيت فقررت أنه أروح على كرسي الاعتراف هناك فيه رجل دين قلت بفوت على كرسي الاعتراف وبعمل حالي كواحد من الناس اللي بدي يعترفه فلما فتت هاي الغرف الغيري الخوري فيه بيناتنا الخشبي فبقول لي أنه أعترف بخطياءك جملة من هالشكل قلت له أنا مش خاطئ قلت له أنا اسمي ساهر جاي من فلسطين من مدينة الناصري بلاد المسيح وقلت له أنا اليوم بفايت أتعلم بس ما فيش وين أنام واليوم أنا عم بتواجد بالشارع وبدي حدا يساعدني روحت ع كل الأدورة وكل الأماكن مؤسسات اجتماعية لتساعد تجربتي بـ Project Renway تجربة كتير حلوة بس متعبة كتير اليوم بس ألحالي مستعد أرجع لهذاك الوقت وعيدة كمان مرة بقولك لا أكيد لا لأنه متعبة بدرجات بتخنق تحدي اللي عم بيكون بعالم تصميم الأزياء عالميا مش لازم يكون مع غيري عم بيكون بس معي مع نفسي إنه دايما لازم أطلق إشي جديد دايما لازم يكون إشي جديد وفيه ابتكار بالآخر أنا مصمم أزياء يعني مصمم على إشي جديد ومبتكر للعالم إنه يشوفوا إشي جديد إنه مش مشكلة إذا كل يوم كنت بحرب مع هالك لأنه هاي شغلتي وراح أضل هيك للنهاية نبتكر بعد أكتر، نتثقف بعد أكتر، نتعب بعد أكتر، فيش إشي بيجي بهوية ومجبورين نكمل الطريق اللي بلشناها مع بعض ترجمة نانسي قنقر